مشهد سياسي معقد يوحي بالكثير من المخاطر المحتقة بإقليم كردستان ويعيد إلى الذاكرة حالة الانقسام التي سادت الإقليم إبان مرحلة الاقتتال الداخلي منتصف التسعينات من القرن المنصرم رئيس برلمان كردستان منعته سلطات الأمن من دخول العاصمة لعقد جلسة نيابية مقررة ووصف هو الأمر بالانقلاب على الشرعية سيما وأنه جاء عشية عزل أربعة وزراء من حركة التغيير من مناصبهم وإرغامهم على مغادرة أربيل هذا الانقلاب على الشرعية سيفشل لا محل وسيوصل برلمان كردستان مهامهم من السليمانية أو مدينة أخرى فشعب كردستان هو وحده مصدر الشرعية ولا يحق لأي طرف ادعاء ذلك كما أن المشاكل القائمة في الإقليم لا يمكن حلها عبر محاولات تحريف مصار التظاهرات السلمية إلى أعمال عنف الأحزاب الثلاثة التي شكلت مع حركة التغيير جبهة معارضة لتمديد ولايات البرزان لعامين آخرين وصفت هي الأخرى عبر كتلها النيابية إجراءات سلطات الأمن بحق رئيس البرلمان بالانقلاب وإحياء حالة الانقسام الإداري التي كانت قد انتهت شكليا قبل عشرة أعوام وهذا انتهاك لبرلمان كردستان ولقدسية هذه المؤسسة التي هي منتخب من قبل الشعب وندعو كافة الأطراف السياسية والحكومة لتهديئة الوضع والحوار لحل هذه الأزمة على الجهة الأخرى يقف معسكر البرزاني متمسكا بصحة موقفه هم بادروا بالانقلاب ضد الحزب الديمقراطي في الثالث والعشرين من يونيو الماضي فحزبنا كان له منظور آخر بشأن الأزمة فهم حاولوا محاصرة حزبنا في زاوية ضيقة لذا كان حريا بحزبنا أن يتبع الأساليب التي تخدم مصالح شعب كردستان ومع هذه التطورات يبدو الاتفاق على مسألة رئاسة الإقليم ووضع حد للأزمة السياسية الرهنة أمرا بعيدا المنال تطورات سياسية مفاجئة ومتسارعة توحي بمجملها بأن القوى الفاعلة في إقليم كردستان لم تعد تملك مفاتيح الحلول للمعضلات القائمة ما يفتح بطبيعة الحال المجال أمام مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشؤون الداخلية للإقليم هيو عزيز سكاي نيوز عربية السليمانية